أبو صالح من أبو ظبي يقول عندي أسهم في البورصة من زمان مجمدة يقول فقط أخذ أرباح تأتيني ما بين ستة أشهر وكذا يقول كيف أزكيها أبو صالح بارك الله فيك الأسهم على نوعين أسهم استثمارية وأسهم مضاربة الأسهم أسهم المضاربة هذا اللي يقلب الإنسان الأسهم في السوق ما بين فترة و فترة كلما ارتفع السهم باع و كل من خفض السهم اشترى و يبيع تجارة هذه الزكاة على الأسهم و على الأرباح عند نهاية السنة أفترض يا أبو صالح شخص الآن عند أسهم اشتراها بعشرة آلاف بعشرة آلاف و يضارف فيها يربح ما شاء الله مبارك آخر السنة صارت مئة ألف صارت مئة قيمتها سأل في السوق كم سعر السهم قالوا كذا إذن ضربه بكذا طلع مئة ألف يزكي مئة ألف ما يزكي عشرة آلاف السعر الدفتري سعر الشراء لا يزكي بسعر البيع بالقيمة السوقية و أيضا يضيف إليها الأرباح التي هي نماء هذه الأسهم ولو دخلت أمس يعني أفترض بعد سنة قبل السنة بيوم دخل عليه أرباح يجب عليه أن يضيف الأرباح إلى سعر الأسهم هذه بالقيمة السوقية و يزكيه هذا الأسهم أي نوع أسهم المضاربة أما الأسهم الاستثمارية التي قلت أنت مجمدة هذه أسهمك أنت استثمارية و أنت ترك الأسهم و تريد أرباح الزكاة في الأرباح إذا قبضت الأرباح تستقبل بها سنة جديدة و 12 شهر قمري إذا بقيت تزكي الأرباح إذا ما بقيت صرفتها معلك زكاة و لله الحمد و المنه